اشتركوا في القناة بإذن الله ونحقق بإذن الله هذه الفائدة و هذه المعلومة مع ضيفنا الفاضل الدكتور أحمد الحربي الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف بكرة أحمد دحيةك الله معنا و أسبوع داعي برقائك من جديد حياك الله يبارك فيك و يبارك في الأخوة جميعاً أخوة أبو عبي حياك الله كور مثل ما يعني أخبرنا حبتنا مشاهدي الكرام اليوم بإذن الله حلقتنا بإذن الله مفيدة و تحدث عن قصة قصة صحاب الفيل والإنسان يعني إحنا ما يعرف هذه القصة جيداً سبحان الله سوف تجعله أيضاً حتى في صلاة في قراءة هذه الصورة يعني يستحضر معانه أكثر سبحان الله و يخشع فيه أكثر إن شاء الله تعالى لا شك الحمد لله حمد الشاكرين و الصلاة و السلام على النبي الأمين و على آله و صحابته الغر الميامين أما بعد خرج رجل يقال له أبو نواس الحميري و هذا الرجل كان أحد ملوك اليمن في السابق و هو أحد من شارك في التسلط على المؤمنين الذين ذكرهم الله عز وجل في صورة أصحاب الأخدود النار ذات الوقود التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم أشاهد أن أبو نواس نوزع الملك في اليمن و حصل هناك نزاع في اليمن إلى أن استطاعوا أن يتغلبوا عليه في الملك و تعرف اليمن في ذلك الوقت تقع بين دائرتين بين أمبراطورية الفرس من جهة و كذلك أمبراطورية الرومان من جهة أخرى فكانت اليد في ذلك الوقت للروم فخرج أبو نواس بعد أن نوزع الملك و تعرف الملك و يمثل للشخص العربي في ذلك الوقت الشرف و العز و الكرامة فلذلك الرجل العربي عنده أنه مستعد أن يحفر الأرض و لا أن يترك مثل هذه الأمور عبدا فلذلك خرج أبو نواس يبحث عن من يناصره ليسترد ليس فقط الملك الملك يمثل له المجد و العز و الشرف و تاريخ أجداده فالأمر بالنسبة له كبير جدا فلذلك بحث عن من يناصره و يدعمه في أن يرد ملك آبائه و أجداده من نزعه هذا الملك؟ نزعه أناس و بعض القبائل الذي كانوا في اليمن نعم فنزعوه على الملك فبالتالي خرج الرجل من اليمن يبحث عن نصره يبحث عن إمداد و إعانة على أن يسترد هذا الملك نعم و كما تفضلت الرجل العربي في السابق لا يترك العز و الشرف مهما دار عليه الحال و دار عليه الزمان و لذلك تجد الرجل يقول يخاطب نفسه و تجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع فخرج أبو نواس و هذا لسانه حاله إلى الشام عند قيصر الروم يبحث عن نصره و هذا كان حال أهر اليمن في السابق و لذلك تجد أن صاحب المعلقة أمرو القيس ماذا قال لصاحبه؟ أمرو القيس أيضا سوري بملك والده فخرج مع صاحبه و قال له يعني بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه و أيقن أننا لاحقين بقيصر فقلت له لا تبكى عينيك فإنما نحاول ملكا أو نموت فنعذره هذا يقول لهم أمرو القيس صاحب المعلقة يقول نحاول ملكا يقول لصاحبه و هون قاصدين قيس الروم أو نموت فنعذره لو تلاحظ أمرو القيس رجل لا يؤمن لا بإله و لا يؤمن برسول فالشاهد ممن يعذر يقول نموت فنعذره لأن كما بينت أن الشخص العربي يعني العز و الشرف و هذه الخصار الكريمة بالنسبة لهم يعني مسألة حياة و موت فلذلك هذا الأمر يعني هو يقول نموت فنعذر يعذر ممن يعذر من قرابته و أهله و ذريته فيموت الرجل و لا يرتضي المعرة له و لا لقرابته و ذريته في من بعده الشاهد أن خرج أبو نواس قصد إلى قيصر الروم فأرسل قيصر الروم في ذلك الوقت عامله إلى ملك الحبشة و كلاهما كان على دين النصرانية و العرب بالنسبة لهم وثنيون فلقرب ملك الحبشة من اليمن أرسل عامله يطلب منه نصرة أبو نواس حتى يسترد ملكه و هو ما حصل فملك الحبشة في ذلك الوقت أرسل مع أبي نواس عشرون ألف رجل و جعل على العشرون ألف قائدين الأول يقال له أرياط و الثاني يقال له أبرهة فدخلوا إلى اليمن و هذه أول مرة تكون لأهل الحبشة يد على أهل اليمن و أول موضع قدم لأهل الحبشة على أهل اليمن فدخلوا فأجلسوه على الملك إلا أنه و هذه سنة الله في خلقه و هذه سنة الإمهال و سنة الله للظالم فأبو نواس كان مما شارك في قتل المؤمنين فهو استرد ملكه لكن لم يهنأ له عيش و لم يطال له الملك لبث شهرين ثم هلك غريقا في البحر ثم بعد هلاك أبو نواس حصل خلاف بين أبرهة و أرياط على من يتولى حكم اليمن فكادت أن تحصل مقتلة بين الجيش نفسه إلا أنهم اتفقا على أن تبارز أنا وأنت أرياط و أبرهة اتفقا على المبارزة و من ينتصر هو من سيحكم و يحكم قبضة اليمن و يكون الملك للحبشة و هم من أرسلهم يعني أبرهة و من أرسلهم الذي أرسلهم ملك الحبشة الحبشة هو من أرسلهم و أمره بذلك ملك الحبشة قيصر الآن نعم الآن اليمن في ذلك الوقت المبارزة و الأحداث التي حصلت بعدها هلاك أبو نواس لا يعلم عنها ملك الحبشة لا يعلم عنها سيأتينا الآن طبعا فبعد المبارزة و حصل القتال ضربة بضربة فأخذ أرياط و شرم أنف أبرهة و لذلك أبرهة يسمى أبرهة الأشرم و كاد أن يقتله فخرج غلام لأبرهة من الجيش فضرب أو طعن أرياط بخنجر أو سيف فقتله و بذلك تم الملك لأبرهة فاستتبى الملك الآن إلى أبرهة لما وصلت الأخبار إلى ملك الحبشة ما الذي حصل في ذلك الوقت استشاطى غضبا كيف تحصل هذه الأمور و هم يعتبرون عاملين تحته هو الملك هو الآمر الناهي لهذا الجيش فهم مؤتمرون بأمره فكيف تحصل هذه الأمور من غير إذن منه فاستشاطى غضبا إلا أن أبرهة أحسن التعامل مع الملك و أخذ يرسل له الهدايا و أراد أن يسترضيه بأي طريقة و أرسل له كتابا على أنه سيبني بيتا أو كعبة تضاهي كعبة العرب تكون للنصارى في اليمن و هو ما حصل فلما وصل الكتاب إلى ملك الحبشة كأنه رضي عن هذا الفعل و هدا و هدا و هذا ما فعله أبرهة فأخذ أبرهة يشيد بيتا يضاهي فيه كعبة المسلمين التي بناها إبراهيم العرب في ذلك الوقت تقدس الكعبة على جاهليتهم إلا أن الحج لم ينقطع منذ أن بنى إبراهيم الكعبة إلى يومنا هذا كان الناس يحجون إلى بيت الله الحرام مسلمهم و مشركهم في السابق حتى المشركون كانوا يقصدون بيت الله للحج و للعمرة لم ينقطع هذا فالعرب تعظم الكعبة فلما سمعت بما أراده أبرهة أغضبهم و تحديدا أغضب قريش لأن قريش هم يستمدون شرفهم و عزهم من خدمة الحرب كون رحمد ما رأيك أنكم إن شاء الله ذلك بعدها الفاصل إن شاء الله تعالى توك إذن حبتنا رجع لكم إن شاء الله بعدها الفاصل في برنامجكم لقاء الأثراء ابقوا معنا في هذه الحلقة عن قصة أصحاب الفيل أراجع لكم هذه الحادثة العجيبة سلطت الضوء عالميا على مكة في ذلك العام كأن الله يريد أن يلفت أنظار العالم إلى من سيولد في ذلك المكان وسيكون له مع هذه الكعبة شأن عظيم ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد رجعنا معكم في برنامجكم لقاء الأثراء وهذه الحلقة عن قصة أصحاب الفيل مع ضيفي الفاضل الدكتور أحمد الحربي حياك الله دكتور كر قبل الفاصل و ما حبتنا مشاهدي الكرام توقفنا و سرطت هذه القصة أذكر أحمد و توقفنا عندما نوى أفره بناء كعبة في اليمن تضاهي كعبة المشرفة في مكة المكرمة و عن ذلك أغضب العرب و خصوصا كما ذكرت أغضب قريش فنكمل معكر عن هذه القصة نعم قريش ما الذي فعلته في ذلك الوقت قريش أرسلت وفدا من أبنائها إلى اليمن و جاء هذا الوفد في ليل و أخذ أحرق هذه أو هذا البيت الذي بناه أبره فلما أصبح الصباح علم أبره بالخبر فأخذ يعد الجيش ليغزو الكعبة هذا الأمر أغضب أبره غضبا شديدا و أبره كما ذكرنا دخل إلى اليمن معاه عشرون ألف مقاتل و كان معه فيلة و الفيلة مخلوق لم تره العرب و لا تعرف كيف تتعامل معه فهم تعودوا على أن يسوس الخيل لكن من الذي يستطيع أن يسوس الفيلة فهو أمر غريب بالنسبة لهم فأخذ يعد الجيش و يعد العدة و العتاد حتى يأتي إلى الكعبة و أقسم على نفسه بأن يهدها حجرا حجرا هذا بعد ما حرقت كعبة في اليمن نعم في اليمن فأقسم على أن سيصرف وجوه العرب إلى الكعبة في اليمن و سيقضي على الكعبة في ذلك الوقت و سيصرف وجوه العرب إلى اليمن فخرج أبره بجيش عرم رم جيش ضخم جدا لا قبل للعرب على هذا الجيش و هو في الطريق العرب أخذتهم الحمية في ذلك الوقت حاولت بعض القبائل أن تصد أبره إلا أنه لا يعترضه معترض حتى يطحنه أبره و يقضي عليه فما تستطيع العرب أن تجابه هذا الجيش الضخم نعم بهذه الفيلة نعم هذه الفيلة ما تستطيع حتى أنه مر على قبيلة خثعم و في هذه القبيلة خرج نفيل و هو يعتبر قائد هذه القبيلة حاول أن يجابه أبره إلا أنه عجز عن ذلك حتى أنه وقع سيد هذه القبيلة قبيلة خثعم في الأسر و حاول أبره قتله إلا أنه حاول مع أبره على أن يتركه حتى يدله على الكعبة و هو ما حصل و لما قربوا وصلوا إلى الطائف خرج رجل يقال له أبو رغال و هو دليلهم إلى الكعبة فخرج أبو رغال ليدل أبره على الكعبة و كان معه من لمن هذا أبو رغال أبو رغال لا هو عربي من أهل الطائف خرج من الطائف فهذا الرجل خرج ليدل على الكعبة و هو يعلم بقصد أبره و العرب تعلم مكانة البيت الشاهد من هذا كله و هو في الطريق و وجد مئة ناقح من أجمل نوق العرب حمر النعم فسأل لمن هذه النوق و سأل لعابه من جمالها فقالوا أن هذه النوق لسيد البطحة لسيد قريش إنها لعبد المطلب عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم و هو سيد قريش إلا أنه كان على غير الإسلام فأخذ قال ظم النوق إلى الجيش أخذ هذه النوق و لما قرب من الحرم تعسكر هناك فخرج له عبد المطلب و كان هو سيد قريش في ذلك الوقت فلما وصل له عبد المطلب نزل أبره من الفيل حتى يستقبل عبد المطلب و ليقدر لعبد المطلب قدره فلما جاءه عبد المطلب إذا عبد المطلب يسأله بأن يرد له النوق نعم و لم يسأله عن البيت أن ينصرف عن البيت نعم وهذا مما تعجب منه أبرع سبحان الله فقال كنت أظن كنت أظن فيك ظن كنت أظن مما سمعت عنك في السابق العزة والشرف والشهامة التي تعرف عنك و عن الخصال العربي الأصيل في ذلك الوقت خصوصا ما وجد عند عبد المطلب فهذا مما أثار استغراب أبره تعرف أبره حبشي فتختلف الصفات صفات العربي عن الحبشي في ذلك الوقت و هو يعلم يعلم من التاريخ و كما ذكرنا في بداية الحلقة أن العربي لا يتنازل أن العربي لا يتنازل عن العزة والشرف و لا يقبل المعرّة لأبنائه صحيح و ذكرنا أبو نواس في البداية ما الذي سعاله و قبل ذلك مرء القيس ما الذي سعاله و هذا عبد المطلب الذي سمع عنه من الأخبار و خدمة الحجاج الشيء العظيم سيد قليش فما الذي يجعل عبد المطلب أن يسأله مسألته الخاصة و يتركه عن أن يدعوه إلى الانصرف عن الكعبة هذا مما أثار استغراب أبره و رغم عظم أن ينويها أبره نعم هو يعلم أنه سيقوم بأمر عظيم و لا ترتضيه العرب فكيف بمن كان هو قائم على البيت فقال له كنت أظن فيك كذا و كذا و الآن تسألني عن مسألتك الخاصة هذا ما استغربه فقال له عبد المطلب أنا رب الإبل و للبيت رب يحمل هذه المقولة سبحان الله هذه المقولة و نقف عندها وقفة لأنها مبحث عظيم جدا و هي كلمة عربية تدخل فيها معاني كثيرة قال أنا رب الإبل و للبيت رب يحمي الرب في اللغة بالألف و اللام لا يطلق إلا على الرب سبحانه وتعالى لكن رب دائما إذا تضاف إلى شيء في الغالب تضاف إلى مخلوق كرب الأسرة ورب البيت هذه تطلق على أحيانا تطلق على المخلوق يدخل فيها معاني هذه المعاني الأول الرب يطلق على السيد يطلق على المالك الآمر الناهي المتصرف في ملكه كما يشاء هذه المعاني تطلق على كلمة رب و لذلك يقول أحدهم رباب ربة البيت من أعمالها تصب الخل بالزيت لها عشر دجاجات و ديك حسن الصوت يعني من أملاكها عشر دجاجات و ديك حسن الصوت نرجع إلى كلام العربي الذي هو أصلا من الأعراب الأقحاخ الأقحاح أو العرب الأقحاح عبد المطلب قال أنا رب الإبل و للبيت رب و للبيت رب يحميه هو يقول أنا رب الإبل بمعنى أنا مالك هذه الإبل أنا الآمر الناهي لهذه الإبل أرعى في المكان الفلاني أأمر الغلمان أن يرعوا في مكان آخر أتصرف في ملكي و في إبلي كما أشاء أذبحها أتركها هذه المعاني كلها صحيحة فأنا رب هذه الإبل ثم أشار إلى و للبيت رب يحميه ما الرب البيت الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى طيب ما هو ملك الله عز وجل ملك السماوات والأرض و ما بينهم فالله عز وجل هو الآمر الناهي هو المتصرف في ملكوته كما يشاء فإن أراد يا أبرها أن يتركك تهدم البيت فسيتركك و إن أراد أن يمنعك فسيمنعك هذا ما أراده هذا هو المعنى معناه هذه الكلمة لا شك العرب يعني يقولون الكلمة التي تراها صغير إلا أنها تحمل معاني عظيمة جدا و هو ما أراده عبد المطلب أنا رب الإبل و للبيت رب يحمي و و و و و و أحمد مرايك إن شاء الله بعد هذه الوقفة و و نكم بذن الله ماذا حصل بعد هذا يعني الحوار بين أبرها و عبد المطلب بإذن الله البيت رب يحمي بإذن الله إذن حبتنا راجع لكم إن شاء الله ابقوا معنا في هذه الحلقة برنامجكم لقاء على أثراء راجع لكم خلكم معنا حياكم الله و مشاهدي الكلام و رجعنا معكم من جديد في برنامجكم لقاء على أثراء و أرحب بضيف الفضل لك و رحمد حياك الله مجديد حياك الله رحمد ما زلنا في قصة أصحاب الفيل و قبل الفاصل ما شاء الله تحدثنا عن هذه القصة و سردنا هذا السرد الممتع و وصلنا إلى وصول أبرها بجيشه إلى الكعبة و ألتقائه مع عبد المطلب سيد قريش و هذا الحوار الذي قال له أنا رب النوق و للبيت رب نحميه فأشرح تذكر رحمد معنى هذه المقولة هذه المقولة التي فعلا تحمل دلال كثيرة نعم بعد ما ذكر عبد المطلب هذه المقولة و شرحنا معناها للمشاهدين نعم بعد ما ذكر هذا الكلام رجع عبد المطلب و دخل إلى الحرم فقال لأهل القريش في ذلك الوقت اصعدوا إلى الجبال أمرهم بذلك أمرهم بأن يخرجوا من البيوت أعتاكم الآن أبرهة بجيش لا قبل لكم فيه لا طاقة لكم فيه فاصعدوا إلى الجبال أمرهم بذلك عبد المطلب عبد المطلب هو سيد قريش نعم و عندنا حكمة نعم و يخلصناه في الدعاء و لو تلاحظ في ذلك الوقت الأصنام موجودة لكن هكذا المشركين إذا اشتدت عليهم الأمور دعوا الله وحدها نعم لاحظ عبد المطلب ألح على الله عز وجل بالدعاء وهو موقن بأن الله لن يترك نصرة بيته نعم وهو موقن بأن الله هو المعطي وهو المانع وهو الذي يؤتي الملك من يشاء و ينزعه من من يشاء و يعز من يشاء و يذل من يشاء و هو على كل شيء قدير هو يعلم أن الله عز وجل إذا أراد أن يمنع أبرها سيمنعه و إذا أراد أن يترك أبرها فسيتركه صحيح و لذلك ألحى بالدعاء و كذلك فعل كفار قريش و بعد ذلك أرسل الله عز وجل لهم طيرا أبابيل إذا كانت هم و هم أمة مشركة نعم أحسنوا اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى فأعانهم الله و سددهم بجند من عنده فكيف بأمة تؤمن بالله ربا لا شرك له و بمحمد خاتمه و صفيه صلواته ربي و السلام علي إن أحسن اللجأ لا شك أن الله عز وجل سيقيض لهذه الأمة يعني جميع ما يرفع من عزها و كرامتها و مجدها السابق الأمر الثاني و قبل ذلك عبد المطلب و هو كان من مشرك العرب يعلم أن الله هو الخالق الرازق و لذلك الله عز وجل لما ذكر في القرآن و لئن سألتهم من خلق السماوات و الأرض لا يقولون الله هم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق لكن أين يقع الشرك يقع الشرك في الألوهية إذا أتوا إلى أمر العبادة يصرف لغير الله و إذا أتوا إلى الذبح يصرف لغير الله و إذا أتوا إلى الحج يصرف لغير الله أو يشركون مع الله عز وجل و لذلك في قصة إسلام الحصين كما جا في مسند الإمام أحمد قال له النبي عليه السلام يا حسين من الذي تدعو كم إلها تعبد قبل ذلك قال يا حسين كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض و واحد في السماء قال من الذي تدعو يا حسين إذا اشتد عليك رغبك قال الذي في السماء قال يا حسين من الذي تدعو إذا اشتد عليك رهبك قال الذي في السماء قال يا حسين من الذي تدعو إذا اشتدت عليك الأمور قال الذي في السماء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل لا تركت الذي في الأرض و عبدت الذي في السماء ولذلك كانت تعرف قريش كلمة لا إله إلا الله ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم و كانت سكرات الموت تتنزل على عمه أبو طالب قال يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أبو جهل أجعل الآلهة إلها واحدة لما قال له قل لا إله إلا الله فرد أبو جهل أجعل الآلهة إلها واحدة الآلهة المعبود فهم لهم أكثر من معبود هم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق لكن تصرف العبادة و يشرك مع الله معه في ذلك الوقت هذا ما كان عليه و هذه هي القضية التي أرسل إليه الأنبياء و أرسل إليها نبينا صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني كما ذكرنا الذي فعله عبد المطلب بأنه ربط النوق في الحرم فهم يعلمون أن الله سينتصر لحرماته و أن الله عز وجل لا يرضى بالظلم فهم يعلمون أن الظلم محرم على جاهليتهم فقالوا نربط النوق حتى إذا جاء أبرها وقتل هذه النوق أو سلبها فسيغضب الله لانتهاك حرماته في الحرم فسيسلط عليه عذابا أو ينزل عليه سخطة فهم يعلمون هذا كله ما الذي حصل بعد ذلك؟ بعد ذلك حصل ما قصه الله عز وجل علينا في كتابه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الله عز وجل لم يسميهم جعلهم أهل للفيل جعلهم أهل لحيوان بل إنه سبحانه و تعالى جعل الفيل خير منهم لماذا؟ لأن الفيل لما جاء إلى حد الحرم انحبس كما قال النبي عليه السلام حبسه و حابس الفيل فحاولوا ضربه و تعذيبه حتى قيل حرقوه بالنيران يريدونه أن يتحرك فلم يتحرك الفيل إذا وجهوه نحو الشام توجه إذا وجهوه نحو اليمن توجه إذا جعلوا القبلة الكعبة له امتنع و انحبس فلذلك ذكر الله عز وجل الفيل و جعلهم صغار لهم و ذلة جعلهم أهل للفيل و لم يجعل الفيل أهل لهم هذا جانب بلاغي دكو رحمة نعم و لذلك عندنا على سبيل المثال سيقولون خمسة سادسهم كلبهم جعل الكلب الذي هو الحيون تابع لهم و لم يجعلهم يتبعون الكلب واضح فجعل الحيوان تابع لهم لماذا أراد الله عز وجل أن يشرفهم لماذا الله عز وجل شرفهم و ذكرهم صحيح إنهم فتية آمنوا بربهم و زدناهم هدى أنا أكراح من هنا في كلبهم في سورة الكاف يذكر فيه و يفشرون أن حتى الكلب ذكر هنا لأنه كان معهم تشريفا له اقتداء حتى للصالحين تنال هذا الذكر مع أنه سبحان الله نعم و لذلك ذكر الفيل أحسنت بارك الله فيك ذكر الفيل تشريفا له سبحان الله لأنهم تنع نعم و هم لم يذكروا بل جعلهم الله عز وجل تابعين للفيل فقال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل هم كادوا و خرجوا من اليمن و مشقة الطريق و إنفاق الأموال و الأنفس و الأوقات لأن يصلوا إلى مرادهم فلم يحصل لهم مرادهم إنهم يكيدون كيدا و أكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم الويدة ألم يجعل كيدهم في تضليل ما الذي فعله و أرسل عليهم طيرا أبابيل سبحان الله جعل عذابهم بأضعف خلقه و هذه حكمة الله عز وجل اليوم نمر على الطيور يوبيا من يتصور أن يأتيه الأذى من طير لا أحد يتصور لكن حكمة رب العالمين أن يسلط على من يتعد على حرماته بأضعف خلقه فسلط عليهم الطير ألم ينجي الله عز وجل موسى عليه السلام بالبحر ألم يخسف الله عز وجل بقارون خشف به الأرض نعم ألم يرسل الريح نصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم فهكذا الله سبحانه وتعالى نعم ذلك الرحمن توقف عنده يعني نصرة الله سبحانه وتعالى لي بيته بالطير و نكمل إن شاء الله بع ذلك إن شاء الله بإذن الله إذن حباتنا فاصل و راجع لكم في برنامجكم لقاء الأثراء ابقوا معنا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تخبر ألم تعلم ألم تسمع استفهام تقريري والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عام لكل أحد ألم تروا ما فعلت بأصحاب الفيل إذا رأيتم ذلك وعلمتموه فاعرفوا منتي عليكم يا أهل مكة إذا رأيت آثار فعل ذلك بالحبشة وسمعت الأخبار به متواترة لقد قامت مقام المشاهدة لك امتن الله على قريش وصرف عنهم أصحاب الفيل الذين كانوا أقوى منهم حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد في برنامجكم لقاء على أثراء حياكم الله دكار أحمد من جديد وحلقتنا المتواصلة ومستمرة عن قصة أصحاب الفيل كما كنا ما حبتنا يعني مشاهدي الكرام ما شاء الله وصلنا إلى يعني إلى خواتيم هذا القصة وصلت عند الله سبحانه وتعالى جند الطير لنصرة بيتي وإهلاك يعني جيش أبرها نعم فهذا ما حصل أن الله عز وجل سخر الطير لأن ينقذ بيته وصلت أضعف خلقه على الجبابرة وهو يعني هذا الأمر ليس ببعيد على رب العالمين يعني اليوم العالم كله أخو يعبيت يعاني من مخلوق لا يرى بالعين المجرد أغلقت حدود حصلت مآسي امتلأت المستشفيات تزلزلت اقتصاد دول بمخلوق لا يرى بالعين المجرد سبحانه وتعالى فهكذا سبحانه وتعالى إن أراد أن يسلط على عباده حتى أضعف خلقه نعم فهذا يدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى قال و أرسل عليهم طيرا أبابيل أبابيل بمعنى جماعات أتتهم الطير جماعات و غطت السماء من كثرتها هذه الطير تحمل حجارة ثلاث حجارات بيديها و بمنقارها وترمي هذه الحجارة و هي بقدر الحمصة فتخترق الأجساد حتى أهلكوا جميعا و قالوا أن من صفات هذه الحجارة أنها من طين و قالوا أنها مجمرة و أنها كانت تنزل عليهم كالمطر و قيل أيضا أنها مسومة بمعنى مكتوب فيها اسم كل واحد فيها و لذلك لما حل عقاب الله عز وجل عليهم ماذا فعل أبو ريغال أبو ريغال من كان يدل من الطائف هو الذي كان دليلة القوم في ذلك الوقت هو رجل عربي و يعرف مكانة البيت فلما رأى عقاب الله عز وجل حل على هؤلاء القوم لجأ إلى الحرم و تمسك بأستار الكعبة حتى ظن أن الناس هلكوا جميعا ثم خرج إلا أن الطائر الموكل بإهلاكه لا زال يحوم في السماء سبحان الله و اسم أبو ريغال سبحان الله موجود في الحجر نعم ثم أتى هذا الطائر و ضرب أبو ريغال حتى هلك أبو ريغال بين مكة و الطائف و من حمية العرب على جاهليتهم أنهم جلسوا مئة عام و هم كلما مروا على قبر أبو ريغال يرفسونه بأقدامهم أو يضربونه بالحجارة مئة عام حمية لبيت الله عز وجل أما شأن أبرها فمن حكمة الله عز وجل أن أمد العمر لأبرها حتى يصل إلى اليمن حتى يخبر أهل اليمن بما حدث و لم يهلك فيه نعم الله عز وجل يمهل للظالم حتى تكتمل العبرة و هذه حكمة الله عز وجل إن الله يمهل للظالم لكن إذا أخذه لم يفلته إلا أن أبرها لما وصل كان كل ما يخطو أميالا تتساقط أعضاؤه عظامه وجلده حتى وصل إلى أهل اليمن فلما أخبرهم بالخبر انفجر صدره وهلك الله عز وجل هذا ما حصل يعني لأبرها نعم فالشاهد أن قصة أصحاب الفيل فيها من العبر و فيها من الآيات و الدروس الشيء العظيم صحيح الذي يقف معه المسلم يتعجب و يعني يستلهم منه الإيمانيات التي ترفع من يقينه بربنا سبحانه وتعالى نعم فلنتك رحمد يعني فعلا واحد وهو يسمع هذا القصة سبحان الله يعني تدور في ذهنه العديد من المعاني سبحان الله التي يجب الإنسان أن نتبه لها لكنك رحمد لو ذكرنا يعني ما هي أهم هذه العبر التي يحب أنك تشير لها إلى حبتنا مشهد الكرام أثناء قراءتك للكتب للمعاني هذه القصة ذكر رحمد هو من أهم المعاني نعم أنه مهما تعاظم شأن الجبابرة في الأرض إلا أن ما أهونا الجبابرة على الجبار سبحانه وتعالى فالله عز وجل مهما تجبر المتجبرون يهلكهم بأضعف جنده وأضعف مخلوقاته نعم وكذلك يعني سنة الإمهال إنسان يتأملها في هذه الآيات نعم فالله عز وجل يمهن للظالم أمهل لأبي نواس وهو ممن شارك في قتل المؤمنين نعم كما ذكرنا في صورة البروج صحيح إلى أن لم يهنأ له بال وهو في شقاء من شقاء إلى شقاء حتى استرد ملك آبائه ولم يهنأ بهذا الملك شهرين ثم أهلك بعد ذلك ما حصل لأبره حينما حينما تجبر وأراد أن ينتهك حرمات الله عز وجل وأن ينتهك حرمة البيت صحيح أهلكه الله عز وجل وجعله عبرة لغير نعم وكما ذكر الله عز وجل في القرآن عن فرأون وننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية صحيح فهكذا سنة الإمهال الله عز وجل يعني يمهن للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته نعم أذكر أحمد من المعاني التي إنساني ينتبه لها من هذه القصة يعني انتباه وأن تكون حذر من بطش الله سبحانه وتعالى ولا تعدى على حرمات يا عز وجل انتبه لذلك لا شك أن أن الإنسان يتأمل في هذه الصورة بتعظيم قدرة الله عز وجل كيف الله عز وجل أهلك الجبابرة كما ذكرنا الله عز وجل يعني أهلكهم بالطير الذي لا يتصور أي إنسان أن يأتيه الضرر من طير وأهلك كما قلنا أيضا النمرود أهلكه ببعوضك نعم والله عز وجل ينصر حتى المؤمنين بجنوده سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض فيسخر مخلوقاته وجنوده لنصرة عباده سبحانه وتعالى إذن تكون أحمد في الختام نقول لك جزاك الله خير تكور على هذه القصة وما فيها من معاني كثيرة ونسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نجعلها السبب لتدبر هذه الآية أثناء قراءتها إن شاء الله سبحانه وتعالى نقول لك جزاك الله خير فيه من الصور الصور قصير لكن فيها من الآيات الشيئة العظيمة ولذلك الله عز وجل بعد قصة وإهلاكه لأبره ومن معه من الجند ذكر منته على هالقريش على أهل قريش لأن تسامع العرب في ذلك الوقت على أن القرشي من يتعرض لأي قرشي بعد هذه الحادثة ستصيبه الحجارة فصارت تخرج القوافل إلى الشام وإلى اليمن لا يعترضها معترض تعظيما للقرشيين فلذلك بعد هذه الصورة لو تلاحظ من التأملات بعد هذه الصورة أي صورة أتت لإلاف قريش رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا لاحظ نبههم الله عز وجل إلى ماذا فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ذكر أنه رب البيت يذكرهم بما حدث صحيح قصة أصحاب الفي منه عظيم صحيح اينا زاكا الخير بارك الله خير الله يرحم والديكم بزاكم الله كل خير يبارك فيكم بارك الله إذن شكر مصول لكم أيضا حبثنا مشاهدي الكرام و مشاهدي برنامج رقاء الأتراء انتظرونا إن شاء الله في حلقة مقبلة حتى ذلك الحين نستدعوكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر